حرب بلا نهاية في غزة وضع يناسب رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بن يمين نتنياهو هذا ما قالته صحيفة الجارديان من أن استمرار الحرب يمكن نتنياهو من تعزيز نفسه ويمينه المتطرف وهو ما يعني قتل عدد كبير من المدنيين مضيفة أن تحقيق نتنياهو لهدفه سيعني أن غزة ستصبح بداية الحرب الصحيفة كشفت أن نتنياهو كرس نفسه حين أكد أن ما سماه بالنصر يتطلب وقتا طويلا وأن الحرب ستستمر شهورا عديدة وأنه لن يقدم أي تنازلات في أي مفاوضات جديدة في غزة صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بدورها عادت إلى البداية وأشارت إلى أن السابع من شهر تشرين الأول كشف ارتباك قوات الاحتلال وقلة استعدادها للطوارئ وتنظيمها السيئة وأن الاحتلال اضطر حينها للتواصل عبر مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي لجمع المعلومات التي يحتاجها لمواجهة الموقف ما يعني أن انتهاء الحرب سيفسح المجال أمام المساءلة والتحقيق في أسباب ما اعتبر بالاختراق الذي حدث في السابع من تشرين الأول تصعب التكهنة إذن بما ستأول إليه الأمور في غزة والحرب التي أعلنتها قوات الاحتلال عليها لكن مراقبين ومحللين يقولون أن نيتنياهو وحربه غير المسبوقة قد رشلت باستعادة محتجز واحد من غزة بقوة السلاح كما عجزت عن إيقاف سقوط صواريخ المقاومة على مستوطنات الاحتلال ولعل ما ذهبت إليه مجلة الإيكونوميست بأن الحرب على قطاع غزة عجزت عن إعادة تشكيل المنطقة خير دليل على ورطة نيتنياهو الكبيرة